دويت يورسلف مع پاسكال اليوم هم نشتغل اليوم تكنيك اليوم حبيت تغيره شوي عن الجمال الدكار والقصص الاستاتيك نحكي عن مشكلة بنقع فيها على طول بلبنان يعني و باغلبية البلدان أكيد هي مشكل النش بخصوص أنه نحن هلأ بأول بداية موسم الشتة مفروض نكون كنا بعز الشتة بس ماشي الحال فلنلاحق حالنا قبل موسم الشتوية بنحكي شي عن مشكل النش شو أسباب النش وكيف ينا نعالجها يعني حل أنا اللي عم بعطيه هو للإند يوزرز حل هاية مش رح نحكي عن الحلول الصعبة أكيد اللي بدها رجال وبروفيشنالز أكتر يعني يعني عم نحكي عن الحلول اللي نحنا فينا نعملها نقدر نحنا ندي ركع أنه نزبطها بلا مساعدة حداً بروفشنال مزبوط لنبلش نحكي أول شي عن مشاكل النش عنا كذا كذا أسباب بتسبب للنش في عنا النش اللي بيصير على السطح اللي هو مجوريتين نش هي من ورا السطح والنش طبع الحيطان هلأ النش طبع السطح عادةً بيكون أسبابه بيقولولها ريحة العمار بيصير فيه فسخات بالبتون لأنه نحنا بلبنان خصوصاً الأرض جبلية يعني بتتحرك هيك بتريح فبيصير فيه ريحة عمار بيصير فيه يعني أنه بالصيف مثلاً بيكون شي بالشتة شي دونك بيسبب هالشي يكون عنا فسخات بالبتون وهيضا بيصير إن كان على الحيطان أو على السقف فاللي بده يصير نحنا أنه بدنا نعالج هالفسخات نحنا منلحق وين عنا فسخات بالسطح أو البتون بالحيطان ومن علجها هلأ أسباب تانية بتصير يمكن أنه عمار قديم بناية صار لثلاثين أربعين سنة هذي صار أنه بيكون أكيدة الموايد اللي عم نستعملها خلاص يعني أدمية بتنتزع بيصير فيه رتوبة بالبيت وكمانا من الأسباب فيكون من الأرد مثلاً الأساطير تعبيت مع الوقت كمانا بتصير تروح ماي هذا الشي فينا نلاحظه من وراء الحيطان فينا نشوف من فوق النعلي بشي 20 سنتي ماكسيموم بلش بتحس إنه صار في عنا عم بيقلش الطرش نعم دونك هيدا بنعرف إنه من الأساطير طبع الأرض وأكيدة حوالى الشبابيك حوالى بواب الألومنيوم لأنه كمانا معجونة الألومنيوم مع الوقت كمانا بتطعب بتصير تنشيف وبتقبئ بتصير الماء تصحب من تحته هالشي كمان بيسبب لنا نشح حوالى الشبابيك وحوالى البواب أو كمانا وقت بيكون على يعني إحنا بنعرف إنه بس تشت بتبرك الماء إن كان على السطح هذا الشي بيسبب إنه تنشح أو على الشبابيك كمانا إذا عندك حفة حفة على الشبابيك كمان بتصير ممكن تبرك الماء هالشي كمان بتخلي إنه تصحب الماء من تحت الألومنيوم هلا نحنا شو العلاج اللي فينا نعمله أول علاج فيه أربع قصص نقدر نعمله لمشاكل السطح أول شي يلي هني مش للأنديوزر هو سجادة زفت يلي هي بدها بروفاشنالز إنه هي شو تجي كينها يعني تماد وبيبدا لمبة نار وصعبة بس هي المهم إنه كتير إفكاس عمره طويل بتضاين بالقليل خمس ست سنين والمهم إنه يعني اللي عادة اللي عم بيعمر البناء بيضمن حاله إنه أنا مثلا سلمت كونيها صبت اللي فيه ما عندي ما عندي مشكلة مزبوط بس إنه فيه أنواع من هيد من سجادة زفت إنه ما بتعكس الحرارة يعني ما بتحلل لي مشكلة الحرارة اللي قاعدة بإخر طبيع هلا في عنا البوليوريتان كمان كثير من يحمط للزفت و أفانتاجه على الزفت إنه بيفوت بالمحلات ياللي دايقة مثلا إذا عندي على السطح خزانات ماء إذا عندي لأنه سجادة الزفت لازم يكون السطح جالس ومضيف وإلا بيعب بيولدار من تحته كمان بيصير يسحب الماء فإذا كان عندي أنا كمان سطح لنقول عليه جاية البيتون عندي دباس أو شي وعندي خزانة ماء ساعتها بقدر روح أنا للبوليوريتان يلي هو بقدر يوصل لهالأماكن وكمان كثير منيح وكثير إفكاس الحل الثالث يلي رح نعمله سوى اليوم يلي هو الأكريليك وهو كمان كثير منيح وأفانتاجه إنه بيجي ملأ أبيض وبيجي شفاف ترانسبراء الأبيض الحلو فيه إنه نحنا منعطيه التلوينة طبع الحيط يعني حسب شو مدهونة حيط البنية من بره نقدر نحنا نحط له التلوينة ونعطيه هاللون هو زيته طبع البنية فما بيفرو وكمان الحلو فيه إنه لأنه فيه على أبيض دونك بيعكس الحرارة مني مضطرة حتى أنا كليس وعادة إنحنا منحط فوق سجيتة الزفد بيتون حتى مندعس علي نخذقه ويصر له شيء وبنرجع منحط علي كليس كرميل يعكس الحرارة فهالنوع مش بحاجة إنه نحط عليه كليس هو بيأ كافة إنه يعكس الحرارة والحلو هو كمانا بيجي منه كمانا النوع الكريبي يعلي الرولو الخشنية اللي عادة تم نشوفه من برات البنيات كتير كمانا منقدر نعطيه هالتكستور هيد الميدي بدي تنترش على الحيط من بره مظبوط يعني أنا هلا رح نشوف كيف بتصير البروسيدور إنه أنا بدي ألحق وين عندي فسخات يعني لا نقول أنا شفت الفصخ لأنه قلنا من رياحة العمار بلحق الفصخ رح نشوفه نبلش سوى بالأبليكاسيون لحتى نفهم مع المشاهدين أكتر عن شو عام نحكي هلا أنا أوكي نحنا مش مطلوب من المشاهدين إنه هن يعربشوا على البناية ويعملوها بس في أوقات مثلا نقول إذا أنا عندي بابة أو شباكة تحته يعني فيني أوصل لأماكن أنا بقدر أوصلها وكمانا حلو يكون عنا فكرة عامة عن هالموضوع لنعرف نحنا أو نحنا نعرف شو نطلب من يلي بدو يجي يصلحنا هالمشاكل اللي عنا إياها بالبيت هلا لنقول هيدا هو الفسخ يلي عنا إياه أنا تقريبا حطيته لنعرف شو منا نحكي اللي بدنا نعمله إنه بالمشحاف أو بمفك براقي بدي وسع الفسخ لحتى أنا اللي بدي أعمله حط بدي حط معجونة بوليريتان أوكي عبية يعني هي بتكون طرية وبدأ تلقط للثنين بيتون على بعضهم لأنه الفسخ بيفوت لجوه يعني من برا لجوه بقشة أنا فيه يعني كتير بيكون الفسخ كبير بيكون كتير غميء فمشن هيكي أنا علي أنه أقدر وسيل هال البوليريتان المستيك البوليريتان لأكتر محل جوه ممكن أوكي فبدي أفتحها يا أما بمشحاف يا أما بمفك براقي من بعد ما أكون أنا يعني وسعت الفسخ بدي أستعمل هال معجونة أو المستيك البوليريتان ليش لأنه أنا ما فيني أرجع مصح في ناس بفكروا أنه برجع بعبي بيتون أو بعبي لأنه ما بدي يكون شيء آسي مثل ما قلنا عم بيكون في ريحة عمالي عم بيكون في موفماب البشي بدي يكون شيء طري يكون ياخد معهم وهيك لحتى ما نرجع نعلق بمشكلة فسخات تانية أو يرجع يفسخ مطرح ما أعملنا لونك ياللي بدي أعمله أنا هلا أبعب بيها المعجونة بطريقة كتير هيني والزوايد بقدر أصحبهم وشيلهم بالمشحاف سو هوني منظلنا نعبي لأنه قد ما ياخد بالغمق حتى أكيد أكيد وهو كلمة من كتير يعني أنا كلمة بكتير منه كلمة أحسن يعني كلمة عبي للفسخ مصبوط كلمة أحسن أوكي هلا لكي ناقلنا إنه من بعد ما مد المستيك بدي أرجع مريق المشحاف لحتى شيء للإكسين هلأ صارت كتير ليس وعلى ذات المستوى من الحيد اللي بدي أعمله فيه كمانا الأكريليك يلي هو بدي رخي بيجي أنا جبتهم من البعش بي كل الأغراض وأكيد إذا إذا إنتوا حابين تعطوه تلوينة الحيد فيه كمانا بالبعش بيجي يرقبو لكم اللون يلي هو زيته طبع الحيد هو كيف مفروض نرخي منحط أنا هلا أمبين عندي هو الدواء الأكريليك حتيت بدي أول وجهه بديه ثلاث وجوه أول وجهه إننا نحطه مجبورين نرخيه بثلاثين بالمية ماي يعني أصدق إذا بدي حط منه أنتشا مظبوط بدي حط لنقول أنا رح أخذ الأهين شيء عيارة كباية حطيت منه كباية بدي حط لت كباية ماي لحتى يزبط مزبوط ها هي دونك أنا رح رخيها هلا رخيها سوا ها واحدة سوا بالمية؟ بالمية برخيه هو ليش أفانتاجه ماي لأنه بدايا أكتر ما بيروح مثل ما قلنا كمانا إنه بيعكس بيعكس حرارة الشمس وما بيغير لون اللي نحنا بدنا إياه للباتيمان هلا منجيب فرشاية شوفان دي هوني لكن بدي أعمل أول وج بدي أكون مرخيته وتاني وجه وتالت وجه ما برخيه مثل ما هي بشيلة إذا مرخ خيته أول وجه أول وجه إذا مرخ خيته بيقبع مثل ما هو يعني ما بكون استفدت هيدا كتير منيح يعني بيقدر يعزلي أنا الحيط حتى ما يرجع يصير عندي مشاكل رتوبة وناش بقلب البيت الحيط اللي يلي عمل ناش دايما بده يتعرج من بره أكيد مش منا نبلش هلا بس منرجع لشو المشكلة متل ما قلنا يعني أنا إذا قلت إنه مشكلتي طبعا يعني هاي طريقة الأبليكاسيون كتير هيني متل عادي بدنا نماري بس على الحيط عم نطرش هلا أنا بدي أنطر ست ساعات أولا تاني نهار لأرجع عامل الوجه التاني لكي نشف مزبوط الوجه التاني ببدي رخيه مثل ما هي بغتس بالدواء وحطها بالأكريليك وفن بعب المنطقة يلي هي منزوعة عنديها سو بدنا دو كوش من بعضا بدي دو كوش مش مرخة مش مرخة نعم هلا اللي بدي أقوله إنه كمان أوقات تينا بيكون عندي لنقول الحيط ملبس حجر أوكي منو منو حيط فكمانا بيصير عندي مشاكل ناش من حيط ملبس حجر شو أسباب ناش الحجر يا أما بكون في نوعية حجر تبقى بتشرب ماي أكتر من غيره فهالشي ممكن يسبب إنه تصحب الماء لجوه أو في أنا المعجونة المنحطة بين حجر وحجر كمانا هي مع الوقت بتنشف بتهرهير الروبة بين الحجر هيدين نحن من الحقا يعني بيكون في فسوخات بين الحجر والحجر كمانا فينا نعالجها بنفس الطريقة؟ وبنفس الطريقة بس الفريق إنه أنا بدي حط له شي اسمه ووتر سيل بدل محط الأكريليك لأنه أكيد بيصفر عليه مع الوقت خصوصا نزلون الحجر لونه أبيض هيدا الووتر سيل هو خصوصي للحجر حتى لو لونه أبيض ما بيغير لونه مع الوقت يعني طريقة اللي علاجناها إنه أنا بلحق به هالنوع المستيك وين عندي فسوخات وين عندي غلط بالروبة وبرجع يلي هو كمان إذا بدي أعتبر رح أجيب فرشاية تانية هوني أنت حطها شوي هوني أنا حطيت شوي لحتى نحطهم سوا كمانا بطريقة كتير هيني برجع بمرق على الحجر أكيد بس بدنا ننتبه إنه بدي كونه لا على الحجر لحتى كمانا أحميل الحجر إذا هو من النوع اللي بيشرب معي أوكي هلا أنا اللي بدي أقوله إنه ضروري ضروري عطول النظف إن كان الحجر أول حيتي اللي مننا نعمل عليه العلاج لحتى ما يعبي غبرة ومع الوقت كمانا يرجع يعبي بالدار ويفسخ ونوقع بمشكلة تانية لكن المواد اللي عايزينها هن الأكريليك مستيك أكريليك مستيك توليريتان والأكريليك هو منستعمله للحيطان أكتر شي يعني أنا لأنه مش معقول حد جد زفت على الحيط إذا عندي ناش على الحيط هو أهيان طريقة إني أقدر عالج موضوع الناج وإذا عندي حجر بدي كمانا استعمل مستيك البوليريتان وإرجع من بعد حط الوترسيل على الحجر حلو حلول هيني هيني مالي شوافتنا بموضوع تكنيك اليوم بس حبيت بمحجل هالمعلومات كمانا يعني واحد يكون عنده فكرة عامة مش غلط بوعدكن الثلاثة موضوع مورفن شكرا باسكال نحن نخد بريك أنا بشرفت لقوني بي كمانا شكرا